اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والشفات والستات البيوت دايماً منقعد نتعلم مع بعض ونجرب انا تعلمت الطبخ ازاي انا مدرستش في اكاديمي الطبخ ولا سفرت بتسئل السؤال ده كتير انا كنت بعشق الطبخ من وانا طفلة يعني زي اللي لقى نفسه بيرسم لقى نفسه بيغني صوته حلو انا كنت لقيت نفسي في المطبخ فعلمت نفسي عن طريق التجارب حبيت اجرب الكيكة دي الكستيلا كيك تعالوا نشوفها مع بعض هي لسه سخنة هتلاحظوا انه انا حطها بحمام مائي بصوا حطا لها ايه لي انه القالب بيتفتح من تحت القالب مفتوح من تحت دايماً لما نحط حمام مائي بيطلع من تحت هتقرر ليكم هو لسه سخنة قوي الحتة دي بتطلع فما نغطيه بطبقتين او تلاتة من فويل عشان نعزل بس المية انها تدخل للكيكة وتبوز تعالوا نشوف شكلها هاتوا نطلعها عشان تبرد شوية هي طبعاً كيكة هشة جداً جداً ولو كرب يعني نسبة الدقيق فيها عندنا 115 جرام دقيق وعندنا 20 جرام نشا فهي تعتبر من الكيكات قليلة النشويات وقليلة السكر 100 جرام سكر فقط عشان كده لما نسقيها دلوقتي نحطها لنقلها على طبق هحطها بطبق تقديم غويت شوية علشان محتاجين لما نيجي نحط نسقيها يبقى حواليها السائل اللي سقناها فيه انا بدور على دي بتساعدني جداً اني انقل الكيك على أطباق التقديم هشة جداً عاملة زي الجابانيز تشيز كيك عايزة شيل الورقة من عليها اين الورقة؟ اهي نسحب الورقة بالضبط عاملة شبه الجابانيز تشيز كيك الوبلي كيك شايفين؟ هنحطها هنا ونسيبها تبرد لانه مش عايزة سقيها وهي سخنة تعالوا نحضرها مع بعض انا محضرها هنا في التلاجة نحتاج الكيكة تبرد والسائل اللي هنحطه عليها كمان يبقى بارد ده اللي هنحضره مع بعض ده حليب مع شوية قشطة مع شوية سكر بودرة مع كاكاو خام هنعمله مع بعض بس لازم يبقى سائع فانا عملته من بدري علشان اللي هنعمله مع بعض حبقى سخن وما ينفعش نحطه سخن على الكيكة اذا خلونا نحط الكيكة هنا وده اهو خلاص وصل للحرارة اللي احنا عايزينها عندنا تمانية صفار بيض وتمانية بيض دول هم العوامل للرفع البيض وعندنا سنة اسمه دقيق الكيك كيك فلاور هي الوصفة كده كيك فلاور عادة دقيق الكيك بتلاقوا كده دقيق أبيض عادي مكتوبة على دقيق الكيك هو كناية عن ايه؟ عن كل كباية دقيق أبيض عادي عشان نحولها لدقيق الكيك بتاخد معلقة بيكينج باودر صغيرة وربع معلقة ملح يعني لو هعمل اربع كبايات هحط اربع معلقة بيكينج باودر ومثلا معلقة ملحية دي الوصفة لو كتبته هاو تو ميك كيك فلاور أت هوم هيديكم الوصفة دي بس احنا جبنا دقيق الكيك بياض البيض هندربه بعدين تعالوا أقول لكم الخطوة اللي شدتني للوصفة النهاردة هنستخدم زيت لورو في الخبز زيت لورو سواء الدراء أو عباد الشمس أو الكنونة نقدر نستخدمهم بكل أريحية هنحط هنا 80 جرام من الزيت أنا بطبق وصفة فمشي بالجرامات لحد بقى ايه؟ ما أوصل للقوام الصحة والوصفة الثالثة مع الوقت مع التجربة هتلقوني بعدها لكم ومنتعلمها بالأكواب أنا مشيت عليها زي ما هي مكتوبة بالزبط دي الخطوة اللي شدتني منسخن الزيت مع بعض وخلوني أجيب البولة اللي حنخلط فيها منحط هنا القاتي مكوناتنا على صفحتنا على الفيسبوك هتبقى ده 115 جرام من الدقيق الكيك فلاور لو هتعملوا الخلطة هتحطوا انتو معلقة صغيرة بيكينج باودر على الدقيق ورشة ملح هنحط عليهم 20 جرام نشا تقريباً هيبقوا معلقة كبيرة مليانة هنحط لهم رشة ملح وحنسخن الزيت زي ما شفتوا أنا عايزة مضرب السلك القوي ده الخليط وعندي هنا صفار البيض بيبقى جنبنا وحنخلط مع الخليط ده الحليب إذن عندنا هنا قلنا النشا والدقيق صفار البيض والحليب والسكر هنحطه مع بياض البيض هنا الزيت سخن ناخد الزيت على الدقيق والنشا هي الخطوة دي زي ما قلتلكم اللي شدتني للوصفة منقلب عايزة أقولكم انه أنا لما عملت الوصفة الصبح كنت عاملا بدقيق تاني الوصفة بتبقى الخطوة دي بالفيديو بتبقى لسه سيلة أكتر فهزود شوية زيت تعالوا نزود مع بعض زي ما قلتلكم احنا منعلم الوصفات مع بعض هزود خليها نقول ما علاقة كبيرة زيت علشان أوصل للقوام اللي أنا شفته في الوصفة اللي هو شوية ما بتبقاش كده متكتلة بتبقى سيلة شوية خليط النشا والدقيق والزيت أعلي الحرارة وهاتو ناخده كده زي ما بقول لكم دايما ايوه ببقى سائل كده يعني مش كتل ببقى طري زي المعجون دلوقتي هنضفله السفار كله تمانية وحنضفله الحليب الحليب ميت ملي حليب إذن دي الخطوة الأولى نخلطهم كويس مع بعض وبيبقى لونه كده مصفر طبعا من السفار هاتو نخلطه كويس نكسر السفار هي دي أصلا الوصفة التقليدية بس ما بيعملوش فكرة انه الزيت سخني يعني دي كانت الفرق بالكستلوكيك ده الخليط اللي احنا عايزينه شايفين اه اوكي تعالوا دلوقتي نضرب بياض البيض عندي هنا بولة إذن هناخد البياض تمانية برضو وحنحطله سنة عصير لمون يعتبر الأسد زي اللمون أو الخل بيستعيدوا بيا عن كريم وفترتار هتلاقوها بوصفات كتير حاجة زي البيكينج باودر كده حط كده يعني نص معلقة صغيرة مثبت ومطهر لانه احنا هنا مش هنسوي البيض هناخد سكر خليه على جنب وحناخد الفانيلا معلقة صغيرة الفانيلا في بيض كتير في الوصفة بس اللمون والفانيلا هيزبطوها ناخد دلوقتي المضرب اليدوي ونبتدي نخفر هو ميرانج احنا بنعمل بيسيكلي ميرانج منضيف السكر اول ما يبتدي شوية الفوم يتكون يعني بصو هتشوفو زي هيتلع لونه جلاسي وحل وصفة الميرانج دي لذيذة جدا فينا ستحبسوا وصفاتين فيها شربات سيرب مع انها اصبط يعني بس نحتاجها ميزان حرارة وكده دي عندي هنا 100 جرام فكرة اوكي 8 بدات نص معلقة لمون معلقة صغيرة معلقة بانيلا صغيرة ونبتدي لما يعمل فوم نضيف السكر بالتدريب من تجارب المطبخ الحلوة اللذيذة دايماً ضرب بياض البيضي تحوله للميرانج الشاهي دايماً تبقى لي زي تجربة لذيذة زي لما عملنا كان تجربة لذيذة النوجة حنكمل ضربه لحد ما يبقى أبيض فحنطلع فاصل ونرجع انا مش هعمل اي حاجة غير اني اكمل الضرب البياض ونرجع اوريكم هيبقى عامل ازاي ونكمل باقي الخطوة اشتركوا للميرانج مع بعض دي الهارد بيكس انه منرفعها كده منقلبها الناحية التانية شايفين البيكس دي انا عايزاكم تشوفوها شايفين دول سبتين ما بينزلوش كده احنا وصلنا للمرحلة اللي محتاجينها وبعد المرحلة دي لو كملنا ضرب حيفصل الميرانج بشكل عام مش بس للوصفة دي دلوقتي هنعمل الفولدينج هو ايه الفولدينج عشان ما انهبطش الهوال اللي خدناه من البياض اللي وحيبقى عامل الرفع منحط كمية منه الاول منضحي بيها شوية يعني منقلب كويس كده مع الخليط منقلبها كده فولد دي الفولد التانيات بالسباتيولا ليتبقى زي دي شايفين سيليكون ما بتكسرهاش ما لهاش اطراف حده فمنقلب ده كويس 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 خدتوا بالكم السكر قد ايه 100 جرام عشان كده احنا دلوقتي في الحليب اللي منعمله على النار ممكن نزود الحلاوة عشان تدينا الطعم منحط الباقي كله ورايب قوي لوصفة السويس رول اللي عملناها قبل كده انا حب وصفتنا طبعا بتاعت السويس رول منانجح الوصفات عملناها بالكريسمس وعملناها بكذا مناسبة ارجعوا لها بصوا الفولدنج بلف كده بقلب خليط السفار مع خليط البياض مع المرانج كويس وبحافظ على الهوى اللي حصلنا عليه نقلب اول ما نلاقي اللون تجانس خلص كده بقت جاهزة نحطها في قالب القالب زي ما قلنا دايما الاوالي بتبقى مفتوحة من تحت دي بتساعدنا ان نطلع الكيكة بسهولة بالتالي احنا عايزين نحطها بحمام مية نقفلها كويس زي ما قلت في اول حلقة من تحت اهو قفلنها ورقة زبدة تحت ورقة زبدة عالاطراف ومناخد الخليط قد ايهاش ومنحطه في القالب عندنا حمام مية في الفرن يعني الفرن فيه صينية فيها مية مغلية ودرجة حرارة الفرن 150 مع مروحة بقى منعمل ايه منخبطها بس امسح ايه دي نخبطها كده ونسوي سطحها وإلى الفرن تعالوا الفرن المية اللي عندي نشفت ودي مية مغلية هنحط المية ونحط الكيكة درجة الحرارة 150 مع مروحة ونسيبها لحد تقريبا خدت 50 دقيقة ل 60 دقيقة لحد ما تاخد لون حلو وتعلق ونطلعها دلوقتي عندي هنا الحليب اللي حيفور خلال ثانية بالزبط والحقنا فرش اللي هو بنعمل خليط الشوكولاتة خليه يهدى تعالوا احنا نسق الكيكة بتاعتنا اهو خلونا بس عشان تتشرب بنعمل فيها كده بوكينج شوية خروم اقول لكم على سر ولا ما اقول لكمش اقول لهم يا كنترول انا حطيت عشان هي مش تخينة قوي حطيت الكيكتين اللي محضرها قبل الهوى واللي حضرناها كنت محضرة واحدة اقول لكم حبيت قاعد اجرب فاجربت مرة بطريقة ومرة تانية قلت طب اشوف الحرارة هنا الفرن هنا وطلعت النتيجة واحدة فعليت الكيكة بخرمها عشان تشرب الشوكولاتة طبعا ممكن تسقوها بخليط الحليب العادي زي التريسليتش بس حبيت اواريكم البوسبلاتيز الاحتمالات الكتيرة اللي ممكن نسق الكيك بيها فرولة شوكولاتة نكهة القرفة حليب بالقرفة بزع فران شاي الكرك بحب احطها بطبق غوية نقلت الطبق بس لده عشان تفضل الكيكة تشرب من هنا شايفين هتفضل تشرب ممكن بالاخر نشيل الاكساس الزيادات هنا هنحط مع الحليب كاكاو ندوب الكاكاو معا بلاش نحط شوكولاتة خام لان الشوكولاتة الخام هتدينا جناش ولو دخل بالكيكة بالتلاجة اللي سنتبقى ساقعة هيقفش هنحط سكر هحط تقريبا انا هنا 3 تربع كباية سكر لان الكيكة كلها فيها 100 جرام سكر نرجع على النار كأنه هتشوكولات يعني ولو حابين تدولوا ده سامة مش هنحط ولا لبسوا النهاردة ولا لبن مكسف محلى ولا لبن مبخر ولا ايه هجعل بتقشطة لو عندنا ممكن نحط معاها شوية أشطة عشان نديها ريتشنس كده ده سامة خلو بالكم احنا قد ايه حطينا زيت حطينا 80 زودنا شوية نقول 100 ملي زيت و100 ملي سكر اذا معانا مجال اكتر انه ندي شوية طعم دسم وندي شوية حلاوة عشان نبقى الفاينال تيست كله حل خلاص نحسبهم على حرارة هادية دلوقتي تعالوا نزوّقها مع بعض عاملة فروستنج اللي هو العادي اللي هو الجاهز يعني اللي منضربه بيجي باودر منضربه مع الحليب او المية تعالوا نزوّق الكيكة عارفين حابة ازوّقها شبه التيراميسو شوية لانه هي فيها الخليط ده الكاكاو والكريمة ونحط عليها سكر مش سكر بودرة نحط عليها كاكاو خمبيت دي مرارة كده حلوة بتخلينا ايه ما نجزعش من الحلوة مع انه حلواتها متوازنة للكيكة سحطيطل على زيزة ازان احنا خدنا الكاستيلا كيك وحولناها ل تريس ليتشيز او كيكة الحليب تعالوا نكمل نعمل كزا واحدة اقولكم مقادرها تاني كده واحنا شغالين خدنا تمانية صفار بيد وتمانية بايض بيد كل واحد لوحده سخلنا كده احنا تقريبا 100 جرام زيت على النار حطناهم فوق 115 جرام دقيق الكيك مع 20 جرام من النشا ازان الزيت سخن نزل على الدقيق والنشا مع رشة الملح وقلبناهم بعدين حطينا صفار البيض التمانية وحطينا 100 ملي من الحليب قلبنا الخليط اللي نسميه خليط الصفار وبعدين ضربنا البياض مع الفانيلا معلقة صغيرة واللمون نص معلقة صغيرة هتو نعمل دي واحدة كبيرة وحطينا عليهم 100 ملي سكر دلوقتي تعالوا هنا اللقطة الحلوة دي ناخد الكاكاو الخام ونرشه كده على الكريمة كيكة لذيذة وخفيفة نشويتها قليلة جدا زيوتها قليلة سكرها قليل وشكلها مش قليل شكلها حلوة قوي 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 هتو نشوف ايه رأيكم وهي دلوقتي بتتشرب انا هنا عايزة اشرب الجناب كلها كمس اللي عندي هنا من الخليط ده عايزة اتأكد انه كل كده الجناب خدت دي تتحط في التلاجة يا جماعة وتتبرد كويس الكيك اللي متسقي ده حلوته يبقى بصوا عايزة وليكم بس بتأكد انه كل الجناب واخد التسقي تتقدم ساقة قوي كده ودي تشرب جنبها قهوة مع الشوكولاتة والنكهة الحلوة دي بتطلع خطيرة ازا الوصفة دي هتلاقوها على ففحتنا على الفيسبوك وكان في ناس عايزة كنتوا تبعتونا رأيكم في ناس عايزين المقادير تتحط مش في الكومنس المقادير مكتوبة في اول كومنس صح يا كنترول في ناس عايزين المقادير تحت يعني في الكابشن نفسه فبعتولنا قولولنا رأيكم مع أو ضد عشان احنا دايما الفيسبوك نحب نتواصل معاكم وبصوا الكيكة الحلوة دي كاستيلا ميلك كيك خدنا وصفتين حطناهم على بعض نحطها قدامنا ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عارفين الكراكرز بصوا الكراكرز دي عارفينها دي اللي بنشتريها بعلبة وبتبقى ملاحة وبتبقى ساعات شكلها شكل السمكة وواخد الاشكال المختلفة وبتبقى غالية شوية بتيكون نعملها مع بعض شوية مقادير بسيطة وبجبنا لومي بعد الفاصل